موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا ومهما الأيام تقسى الأيام مهما الأيام تقسى الأيام سيداتي أنساتي السادة مساء الخير وأهلاً وسهلاً بكم في تلفزيون المغرب العربي الكبير نحن سعداً جداً أن نلتقي معكم أسبوعياً في هذا البرنامج المغاربي والعربي في مطلع هذا اللقاء تحية إلى السيد أهنس والسيدة رقية اللي دائماً يختارون أحلى صالون في تيسو إيسالون ماروكا ميد تحية لهم كبيرة لهذا الاختيار الموفق محطتنا الأولى سيدة المشاهدين هي عبارة عن روبرتاج خاص حول الانتخابات الجزائرية التي ستقام يوم 17 من هذا الشهر شهر أبريل ومثل ما تعلموا اللي جاليتنا الجزائرية المتواجدة في مدينة كندا بكلها ستكون في الموعد يوم 17 أبريل المقبل لانتخاب رئيسها اللي هما يختاروه في مجموعة ستة من المرشحين نفسهم للرئاسة الجزائرية سنعثيكم العديد من المعلومات الأكثر من خلال هذا الروبرتاج الخاص لكن البداية ستكون مع السيد القنصل العام للجمهورية الجزائرية السيد عمار عبدالغاني اللي نحييه تحية من تلفزيون المغرب العربي الكبير لسيد القنصل اللي منذ أن انطلقت الحملة والتحذيرات لهذا الانتخاب لهذا اليوم التاريخي وقنصلية الجزائر وهم في حالة تحذيرات يعني ما شاء الله يشتغلوا ليلا نهارا لراحة المواطن الجزائري لكي تكون يوم الانتخابات شفافة لكي تكون يوم الانتخابات ديمقراطية وحرة ونتمنى التوفيق لكل شخص اللي كان نقدم أشياء ممتازة جدا لهذا الشعب المميز الشعب الجزائري ما تنسوا اليوم 17 أفريل لابد أن تكونوا في الموعد لانتخاب رئيسكم المحبذ والمفضل لكم في الجمهورية الجزائرية عن طريق انتخابكم في مكان القنصلية الجزائرية إن شاء الله وأن العديد من اللقاءات كذلك مع أفراد الجالية الجزائرية وممثلين عن بعض الأحزاب التي كذلك ستكون في الموعد يوم 17 أفريل المقبل زمينا السيد طهر كحول في الموعد وقام لنا برابورتاج خاص لهذه المناسبة أما محطتنا الثانية فهي عبارة عن عرض أزياء في أحدى وثلاث المشهورة والمعروفة في مدينة موريال في العاصمة وهذا العرض لباس تقليدي ولباس عصري جزائري صهرة كانت ممتازة لمن كان ممتازين جدا البدلات اللي غيروها كانوا فعلا يعني في مستوى عالي جدا والحضور كذلك ممتاز كانت صهرة للنساء فقط أحنا كنا متواجدين يعني لأننا لا بد أن نقوم بها التغطية الممتازة يعني فريق تلفزيون المغرب العربي كان متواجد وصورنا لكم العديد والعديد من اللقاءات وكذلك الصور واللقاطات الممتازة لهذا العرض الأزياء أما المحطة الأخرى ستكون لقاء سياسي كذلك ما تنسوا انتخابات 7 أفريل انتخابات يعني مقاطعة كيباك ما تنسوا لموعد مهم جدا لأفراد جليتنا المغاربية والعربية لابد يوم 7 أفريل كل واحد منكم يمشي ويقوم بواجبه الانتخابي مش مهم مش كوني دي علش كوني يصوت على من يختار هو حر بالطبع لأن الانتخابات حرة ونزيهة وكذلك ديمقراطية في هذا البلد لكن مهم جدا بس صوتكم يوصل لهذا الصندوق موعدنا يوم 7 أفريل المقبل للانتخابات الكيباكية واختياركم للأحزاب هذا انتم أحرار ويعني ممكن ممكن كل واحد يختار الشخص اللي بيناسبه واللي بيساعده أكثر بهالمناسبة ميسيو كايو ويلنر ممثل كواليسيون أفينير كيباك سيكون معنا في استيديوات تلفزيون المغرب العربي الكبير وسيقدم لنا برنامجه الانتخابي كذلك ويعرف ببرنامج حزبه كذلك وكل الأسئلة لأنتم تسألوها نسألناهم للسيد كايو ونتمنى لتكون مشاهدة طيبة للجميع وسنبدأ الآن بمحطتنا الأولى والربروتاج الخاص حول انتخابات الجزائر وموعدها يوم 17 أفريل المقبل ونترك الميكروفون لزابينة طهر كحول مشاهدة طيبة للجميع وضعت مصالح القنصلية الجزائرية العامة بمنترية لآخر اللمسات التحضيرية الخاصة بالانتخابات الرئاسية الجزائرية المنتظرة ليوم 17 أفريل القادم وفي هذا الصدد اجتمع القنصلية العامة السيد عمارة عبدالغاني بكل الطاقم الذي سيشرف على تأثير وسير هذه الانتخابات حيث تم التطرق إلى كل حيثيات العملية الانتخابية من جانبها التقني والتنظيمي ليؤدي المعنيون القسم كالتزام منهم لضمان العملية بكل أمانة ونزاعة أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحيات وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية كما خصص فضاء إشهري خاص بصور المترشحين لم نجد منهم إلا صورة عبد العزيز بو تفليق وعلي بن فليس في انتظار صور المترشحين الآخرين خلال الساعات المقبلة من قبل ممثليهم إن شاء الله هذا الفضاء يكون بكل نزهار وكل ترانسة انشاء الله انا ننقر على ترجمة ترجمة نانسي قنع فيها خلال قد نشأل الأوليان في سنة الأولى كنت فعلتها للأولية للصدروني ونشأل كنعه يجب أن نتعرف مخلوقنا يجب أن نتعرف أن كل شيئا ونطلب كل جديدة لأجرز يجب أن ننعرف على العودي ونشأل ونشأل في الأخيرة سيكون لفترة هناك في الهرس في جبب الأغربي في العلقرب أعزائي المشاهدين المتابعي قناة تلفزيون المغرب العربي الكبير مساء الخير نرحب بكم في هذا اللقاء هذا اللقاء الخاص بالانتخابات الجزائرية المنتظر إجراؤها يوم 17 عبريل وعليه نلتقي اليوم بالسيد القنصل العام السيد عمارة عبدالغاني برك الله وفيك سي كحول تحضيرات جارية منذ مدة طويلة لكننا الآن في المحطة الأخيرة لتحضير الرئاسية الجزائرية اللي يلاحظون إن شاء الله بالقنصل العامة من يوم 12 إلى يوم 17 عبريل 2014 طبقا للقانون انتخابات الجزائرية ليسمح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج باش تنتخب بلو 20 ساعة قبل موعد انطلاق الانتخاب الجزائرية وش حال عدتكم من مكتب هنا يعني في المقر القنصلية العامة هنا احنا عدنا مركز واحد متكون من مكتبين وكل مكتب حوالي 5500 ناخب في كل مكتب وعدد المسجلين بكل كندا حوالي 14 ألف منهم 3000 على مساوى صفارة الجزائرية وطوا و11 ألف على مساوى القنصلية العامة بموريال وهو القنصلية العامة بموريال فيها مركز والمركز مكون من مكتبين وكل مكتب فيه حوالي 5500 ناخب بالنسبة لممثلين المترشيحين يعني المراقبين وغيرهم هل كل هم موجودين ولا فيه نقص يعني لا لحد الان عدنا كما تعلمون 6 مرشيحين لرئاسية الجزائرية هما علتوالي سي عبد العزيز بلعيد سي بن فليس علي سي عبد العزيز بيتفلقة الاخ تواتي والاخت حنون والاخ فوزي ربعين لحد الان كانت تلت ممثلين للمرشيحين هما ممثل السيد بلعيد عبد العزيز وممثل السيد علي بن فليس وممثل السيد عبد العزيز بيتفلقة اللي زارونا هنا على مساوى القنصلية وكل المعلومات اللي طلبوها والوثاق اللي طلبوها وقاموا بتعليق صور المرشيحين ورهم جايين وعدنا بشيوف لأهم المقبلة ان شاء الله ورحبا بهم في كل وقت بالنسبة للعملية الانتخابية نظن تنطلق قبل موعدها بالجزائر بأيام؟ بالطبع طبقا لقانون الانتخابات الجزائري الانتخابات على مستوى الخارج على مستوى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تبدأ في يوم 12 يوم السبت 12 أفريل إلى غاية الخامس 17 أفريل 2014 هذا باش لأيام هذه الستة تسمح لمعظم الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج باش تقوم بواجبها الانتخابية في ظروف حسنة تعرفوا بالويكاند يعني آخر الأسبوع هو يوم السبت ويوم الأحد لهذا القانون نسمح لهم باش ينتخبوا خمس يام 120 ساعة أو خمس يام قبل موعد الانتخاب 17 أفريل بالنسبة للمواقع تفتح المركز ومكاتب الاختراع مكاتب الاختراع الاثنين تفتح يوم ابتداء من يوم السبت ان شاء الله 12 أفريل 2014 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساءا ما عدا يوم الخامس فتفتح للساعة الثامنة صباحا وتغلق على الساعة الثانية بعد زوال باش يكون نكون في الموعد مع غلق المكاتب في الجزائر هو حوالي الساعة السابعة مساءا وتتم مباشرة بعد هذا عملية الفرز هنا ومباشرة تقمت تحضيرات لعملية الفرز إن شاء الله تدوم أطول مدة لأننا نتمنى بشي يكون أكثر عدد ممكن من المنتخبين يتحولوا إلى مركز الانتخاب بيموريال وكذلك في كل مركز الانتخاب الجزائرية بالخارج مباشرة من الانتهام من عملية الانتخاب يوم الخاميس تبدأ عملية الفرز يعني مباشرة بعد غلق المكاتب يوم الخاميس 17 أفريل على الساعة الثانية بعد زوال تبدأ عملية الفرز بحضور جميع ممثلي المترشحين وكذلك أعضاء المكتب وكل من أراد أن ينتقل إلى مركز التصويت ليحضر هذه العملية لأنها مفتحة للجميع كلمة أخيرة نداء توجه للناخبين والله ندائي إن شاء الله يكون هذا يوم 12 من اليوم 12 حتى اليوم 17 أفريل يكون بالنسبة لنا عرص لكل الجزائر الجزائرية المقيمة بالخارج وخاصة المقيمة بيموريال كل الظروف مهيئة سواء مادية أو معنوية إن شاء الله يكون الإقبال كثير هنا تريد من نسبة لفعالي ترجمة نانسي قنقر أعزائي المشاهدين يصرنا في هذا العدد أن نقدم لكم السيد إبراهيم قاتر مدير الإعلام للحملة الانتخابية للسيد علي بن فليس بكندا السيد إبراهيم مساء الخير أهلا وسهلا بك في قناة تلفزيون المغرب العربي الكبير بكندا فرصة جميلة أولا نشكركم على حسين طيافة نشكر قناة تلفزيون المغرب العربي الكبير في كندا على هذه الطيافة وعلى الفرصة التي تبدو هنا لكي نتكلموا مع الجمهور الجزائري هنا في الكندا ونعطونهم صورة عن ما يحصل الآن في الجزائر لكن تقدمنا باختصار من هو السيد علي بن فليس محمد أدل سول يوجد يوجد موزول موزولة يوجد موزولة يوجد في عبد المعروب العربي الكبير من الوقت ومن ثم يوجد أنه وقبير منه سنكو في 1991 كان صدروا قانون وانتعليز التغنمان ولم يدوزوش على عدلة وكان ضد هذا البراتيك ولهذا تخلى على المنصب تعل الوزير العدلة هكذا ورقولك في المنصب ترجع بالطور مع المستقرات ومتحدث عن المنصب ترجع البراتيك في المنصب تقرير مع هذا المهمة ومن الان كمي بحر مقامل ومن التي ترسط بتنسي المدينة ومع حروقكم قامل التقوير من المدينة المدينة الاجتماعية ومن اعتقد أن رسالة المدينة أعيداً بمناتصار سيطال للمدينة المماركة بعد انتخابات 2004 السيد علي بن فليس اختفى على النظار اختفى على الساحة السياسية لمدة عشر سنوات ما بين 2004 حتى الانتخابات 2014 كيف تفسرنا هذا الغياب اختفى على الساحة السياسية اختفى على الساحة السياسية اختفى على الساحة 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 الساح لنهار من البوليتيسي المقصدر من يجب أن يتقوم بالفعل والأسفار وليوم يعني في انتخابات 2014 ما هي الدوافع التي تركه اليوم لتقدم لهذا الانتخابات؟ للهيئا للاسيطيشان تابلعه اليوم دفيئ كل مواطن وكل غيور من الواطنه بشيددي علي بن فلس بدنا لمحة عن السيد هذا المنجا والتاريخ في الإكسرائينس في الزافر دولانسيون لسيطواصن اليوم مخلاتوش يقعد كما قلتو في سيلنس هو كان بضطر يرجع للسحة لأسباب عديدة أولا لتتجنب الانفجار لأن الجزائر اليوم فوق قنبلة لماذا؟ لأن كل السكتور يكون ديفيسي ونتكلم عنهم من بعد لتدخلوا في البرامج هذا من واحدة من ناحية أخرى هي وشفنا عدة وساعدات تقدم هناك أولا في اسم ترجع المنس ترجع ترجع في قد هام ترجع جسر موسيقى جسر موسيقى 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 الذين يعمل يعمل هام في المس هام أولا العریق كان لدينا القانون الرحمة كان لدينا القانون الرحمة باش يقول إزيونا نرجعوا للمكان نمدروج للبلاد هذا الإنسان الجنبية الأول يتكلم والخطاب التائو الأخير و أعطى إنتبه المتحدة بين البلاد ويقولوا أنهم سأعطون ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر الإدارة كيف تذهب إلى الداخل من نحيط من نحيط الميكانزمات ومن نحيط الروح الروح والميكانزمات الادان الآن رهي la justice c'est comme un outil et ça c'est l'équation qui est un peu bizarre لأننا نرجع لقانون على la paix وتطبيق القانون المصالحة الوطنية لتطبق المصالحة الوطنية يجب أن يستعمل العدلة يجب أن ينحي الحورية العدلة لتطبق la paix يجب أن يستعمل 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 المصالحة الوطنية يستعمل المصالحة الوطنية لتطبق لأننا يعدم الوطنية تتيب أن يمجي ما يجب أن هناك يكون عادل الواقع على البحر لعنزل بقوارتك تلبيئا عادل الناسية يوجد سيسط أول ميزال فرمي هو الإجابة يوم السهم نجزل ولا ادن العائل عندو الجزيل فرمي از أنه عبدا توجد دمرايا كم يوجد أموارا يا نجزيل لا يوجد اين تلك الهم المناتبع ترجمة نانسي قنقر 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 الوصول على کرتك لدينا قبيل من خوب و شفيف أن نحتاج إلى مدين أذكري ان ناستمر و نعم، أن نحن نضع عندنا الضرهم ونحن لديهم كما نحن. كيف هو يوفر لشعبه الكوبرتور ميئر كالنطر؟ لذلك كان خلال. وفي المشروع التعويق الذي كان أول من الأولويات التي يجب هي أن نرجع للسنتي. لأن الشعب لديهم الكوبرتور لا يستطيع أن يكون شعب صحيح. والعامل من العامل المهمة لكي لا تدخلوا في المشروع التعويق هو الميكانيزمات الديمقراطية. كيف سنطبقوا الديمقراطية؟ لأن بلد لا يوجد الديمقراطية كيف ستحب الشعب يشارك في بناء الدولة؟ أو في بناء البلد؟ لا يستطيع. لأنه ليس لديهم ليس لديهم. وليس لديهم يجب أن تكون محمية بالقانون. من شبكة. من شبكة. لذلك يجب أن يحرر القانون. يجب أن القانون يعطيه الحرية. ويجب أن القانون يكون فوق كل الناس. لا يكون فيها درجتين. الناس فوق القانون والشعب تحت القانون. رغم أن بعض الشخصية الكبيرة. مثل من الوزن على الرئيس الأسبق زروال. وقائد الدرك المؤخرا. الذي كان قائد الدرك. الذي هو بن شريف. رغم هذه الشخصية الكبيرة. التي تساند السيد علي بن فليس. بما فيهم حتى بعض التيارات. المحسوبين على التيار الإسلامي. لكن في الجهة المقابلة. نرى بالناس التي تتطالب بالمقاطعة. شاهدنا في الآوين الأخيرة. أحزاب نساحبت. وتنظيمات. ومظاهرات فيها. أشياء من هذه القابلة التي تتطالب بالمقاطعة. هل تعتبر المقاطعة تعبير ديمقراطي؟ أم أنها تكسير هذه الانتخابات؟ أم أنك ترى شيئا آخر فيها؟ أنا جايك أستاذ. أريد أن أردنا الطريق الأمام. ومن ثانيا تستطيع المقاطعة ، أيها الأخيرة هي جميع المقاطعة. تتطع على شخص التعباء ، وفيها المقاطعة ، تتطع على شخص التعباء ، وتتطع على شخص التعباء ، وتوضع 5 سفوات ، له أرد مقاطعة. أرد ذلك أيضا? في كل اختصار يقول لك أن يدخل البيت سواء تريد أن يدخل البيت ويقول لك أن يدخل البيت أمانة 5 سنوات إذا كانت راغب أو أن يدخل البيت ويقول لك أن يدخل بإنفرaction يكسر البيب ويدخل ويقصر ويقصر البيب ويقصر ويقول لك أنه يحترم شعب يوصل أمام البيت لا يوجد مفتاح لأنه ويقصر البيت والشعب لا يدخل يستنى 5 سنوات يعاود من دار أخرى يطلق الطالب إذن الناس الناس المقاطعة الناس المقاطعة الناس المقاطعة الناس المقاطعة يقصر الناس المقاطعة يقول لك أنه يقصر يقول لك أنه يقصر يقصر أمام الله أمام التاريخ وأمام الشعب هذه الفلسفات من جهة الإدارة هل تثقون في حياد الإدارة في هذه الانتخابات علي بن فليس إذا كان أي طرف من الأطراف اللي رأيهم داخلين في الزيليكسيون هو اللي دار المعجوريتي أهلاً بها أهلاً وسهلاً ولكن باش يتعاملوا بطرق غير قانونية هذا نظن رعنا في 2014 ما هيش في صالح البلاد وذا نظن احنا من قلوب اللي نقص من وعي السياسي نقص من وعي السياسي لا يحب البلاد ونحن ندخل من مراقبين في كل مكاتب ونحاول أن نكون على مستوى لكي نحافظوا على الأفوات المستوى ثانية النجرة نحن نحافظوا على الممكن ابنت ان مثلاه نحافظوا على presentation ونتحافظوا على مودد فليس ونتحافظوا على كacts لكي نؤمن naviganor يتactуют ان mindsت overwhelm الجزائرية إذا أنا الدور تاقي كل مكتب أنا نحافظ على كل فوق في ظل الحملة الانتخابية وكل المترشحين بينوا البرامج تاهم وفي نفس الوقت بين نفسهم نفس كيف يعمل السيد علي بن فليس كيف تشوفوا مقارنة بالأحزاب الأخرى وبالبرامج الأخرى كيف تشوفوا حظوظكم في هذه الانتخابات نشوفوا الآن الحملة بن فليس كيف يشوفوا يدي مع الجماهات يدي معها الجماهات إذن إذا ما فيهاش لفروض إذا ما كاش فيها خلل ما يقولش لفروض خلل بن فليس رئيس في الجزائر وأنا جسويس ساتا إذا ما كاش فيها خلل من طرف الإدارة بن فليس يكون رئيس إذا كان خلل قلها بن فليس من المترجم لفروضي من المترجم لفروضي ديولة مجلدي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قيونه ترجمة نانسي قنقر بالعاطفة. إذا حكمنا بالعاطفة رانا راحين وشني ديرو؟ ففا فرجي لزيلوبي. لازم نحكمه بالواقعية. ليه هو مواقع لحكمه او بجيكتف. وبهذا أعزائي المشاهدين نتمنى أن نكون اوفينا الموضوع حقه. ووضحنا للإخوة الناخبين يعني صورة عن المترشح الحر السيد علي بن فليس. على أمل اللقاء أن نلتقي بممثلين عن مترشحين آخرين في عددنا أو في يعني في مناسبة قادمة إن شاء الله. ونشكرك لسيد إبراهيم ونتمنى لكم يعني كل يعني نتمنى لكم التوفيق في هذه الانتخابات وشكرا. نشكركم احنا نشكركم باسم المكتب اللقاء في موريا أو المكتب تالله في مطاوة. نشكركم لكي نشكركم لالحسنطي أفا نشكركم لكي توشن الواقعين من المفلس في هذه المنصان ونحن نظر أن الأشياء في الاجتماعي ونحن نظر أن الأشياء المتحدة في مجلسة ونحن نظر أن الألغير مجلسة في الاجتماعي ونحن نظر لك أشكر أولا شكرا لمن التحق بنا أمام شاشة التلفزيون لمشاهدة تلفزيون المغرب العربي الكبير وانحييهم تحية من القلب نعود نذكركم الأيوم 7 أفريل هو موعد مع الانتخابات الكباكية لابد أن تذهبوا وأن تروحوا لتقديم صوتكم وصوتكم مهم جدا أنتم كأبناء جالية عربية لأن في هذا الوقت بالذات لابد باش تكون عندكم صوت لهذه الجالية وصوتكم مهم جدا يوم 7 أفريل لابد أن تكونوا في الموعد محطتنا الثانية سادة المشاهدين هو عرض أزياء للباس تقليدي ولباس عصري جزائري صهرة ممتازة جدا عاشتها أبناء الجالية الجزائرية والمغاربية اللي كان عددها أكثر من 400 شخص متواجدين في مكان ذخم في أوتال ذخم وكان عرض أزياء كان ممتاز جدا بصراحة والديت جي كان ممتاز والموسيقى كانت ممتازة والأكل كان ممتاز وألف مبروك لمنظمي هذه الصهرة المميزة عرض الأزياء للباس الجزائري التقليدي وكذلك العصري نبدأ بهذا الروبرتاج حول هذه المناسبة مشاهدين الكرام مرحبا بكم في تلفزيون المغرب العربي الكبير اليوم نقدم لكم تغطية لحفل وعرض أزياء جزائري قدموا محل سوكا ميلياس برئاسة صاحبته السيدة زهية اللي هي عندها في المحل سوكا ميلياس تقدم دي روب دي روب دي روب دي مرياج دي روب ألجيريان ومغربين المحلات اللي كتواجد على شارع بيلانجي اليوم في هذه العرض هي تقدم لنا أحلى ما عندها في المحل والحفل تجعله كذلك سوبي بيانسور ورقصات وموسيقى جزائرية ومغاربية إذا نبقوا معناك ما تمشيوش اشتركوا في القناة 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 جزائرية اشتركوا في القناة 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 البرناة اشتركوا في القناة ان تشتركوا في القناة شخصنا اشتركوا في القناة لا يوجد بشيء لديك من يحالك فيما يحالك لأنه يُحالك لخلال الشخصية لأولا على المشكلة من المشكلة لكنه يتعلق على السابق بلانجر موجودة على 4533 رو بلانجر وفي أخرى يتعلق أولا الأول من الوائفات لأولا وفي أولا شبابك يتحدثونون ونفقوا أولا ونمجمونا على توبق على مكتابة وعباش لديهم في كلامو لأولا يتحليل يتعليل فعلينا على انقصر عليكم انتظر لكم على التقديم هل هذا مؤمن لكم مباركة على التقديم؟ ليس لديكم التقديم لقد افتقافه لتجعل أملك المباركة ومن ثم أدفع في فرنسان ويمكنت اتقال على التقديم اعطيقها لتجعل التقديم ويبدأت ترجمة التقديم ولكن الحمد لله والان كان عندما سأذكر وليس له أنظر الالغيران وليس أفريدًا والعمقضة للانبغة كثيرًا وليست أي هنا أن أكد بغتر إليه من ليس تغgasل ولكن أجل هذه الحالية وتعالى أنه لا رحباً لذلك فقد فعل ذلك لقد نفترض وأن ذلك لقد نحن كذلك حدث نحن كذلك ولكن لم أبره أن أجل لا أرد جدني ولكن الحمد لله أفضل جانبية ومع من المزيدة في الملاد الأوروية كيف أفضل كل جديد أفضل ما هي التي تأخذها؟ كما تريدون أن تحضر عملة المنكاة؟ التجربة التي تتجربة تجربة من المنكاة ونعن بلد مدى لا تستطيع التجربة لكنها تحضر على المنكاة وإنها التجربة وبالتالي سوف يعجبها ومع ذلك ومن يجب أن يكون مستعدة قد لا يجب أن تكون مستعدة في مستعدة كما تلتبع ستحقاً تحقق ستحققها في شكل مستعدة نحن نحن نعمل منذ التلقين ونحن نعمل من تحديث أنهم أشخاص منهم ولكن لا أحد المساعدة لأنهم نعمل منهم وإنهان لا تتعرض من أنهم حتى الآن مستعدة من الوقت السنة والعبتان فعلا في كل شيء المجموعة لن يقولون كما هي تبقى هذا الكثير بشكل مجموعة هذه أصبح جيدة جيدة وقتها تضيفة وفضل أنسي تكون عن دائرة وقالذة تفكرون كما يصبح هذه في العالم وكذلك توجد كذلك فعلا أسهل تثاري ويطارينتك أحبا التي تحقيقها ونعرفها وليس لأسلم لذلك وقاله في كل قرحة يطلب كثيرا في البلغ الأساع التي تتعصرف عليها. نعم تعارب التي تتعرضuna على عمد conse ngh multitasking لدينا الملويمين أين وب Unsichيينيين mmmونونونون واحدة لني أعيدنا أبداً يقولون لكم خانوة لكم لكم أطلقكم لكم المترجم للأوالي أشترك في سوكاملياس إذنًا أنكم جميعاً قليلاً الطب غير أنكم أمي وستerman وهي كيف وجدت المؤكسة أمي كم هل أعتقد أن الخارج هذا النوع؟ لقد أعتقد أنه مدد الأفراد ملتعين ومن أحلها جمجة. فهي الجملكية والجمال العبادة التي كانت عملية. كيف تعتمون التعريبات التي تجد العينية تركيا? التي تعتمون بنكان الكثير فكرة. وليس أعطي أنها ليس أفضل مع طلعات وطلعات أخرى تحديدت لفعادة في عملية وليس أجدت أنت مرحباً تحديد أنت تحديد من طلعات وطلعات وطلعات تحديد من طلعات تحديد في أخرى مرحباً أعتقد أنك يكون لديك أمورًا كبيراً؟ أنا أتمنى بأنك بأنك بأمان أفضل بأنك أمزل بأمان أكثر مفرورة وأعتقد أنت مزلتك رمضة للعبوسة محمد لأمان أكبر كم من يأتي على السرعة منوما كامل هذا اليوم؟ أنا أنا أتمنى بأنني أتمنى بأننا بأننا نتمنى بأننا مجردين بأنني جددين من النقاط هذا مجرد، إذا سنعرفك في كل المنزل من غربي؟ إنني أمتلك ، ستكون هناك، وأنتم أنت لكم أنت بأمان الكثير من الشيخ وهي الأكثر المنكس ما هو تيحدث مع المنكس سجون وشيخ كان محتم الله حسنا هل نسى شيئا؟ نعم تعلقنا على المنكس كيف ستعطينها و أين تبيعها؟ صحيح أنا أعتني أشياء ونعم لديه مجلس وليس أنا لم أعدا في أحد المحلما بين الأسرعين وكتنات مع أعلى المحتوى أو أكثرة الآخرى لأي المنطقة كما أن أفكرتون أعطفوك فى في صباح أغامر أو أعلن تسبب كثير طرد كبير أمثل ما هي أفكرتاء قررتين فى صباحة؟ ليس لديهم جميعاً. لديهم جميعاً. ولكن لديهم جميعاً. لديهم جميعاً. لديهم جميعاً. شكراً لك. والموسيقى التي تريدنا في هذه الليلة هي من تقدم ديجا زهيدا. زهيداً. مرحباً. 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 شكراً لديهم جميعاً. شكراً لديهم جميعاً. وحديث حظيراً. كيف لطيفت Widow's لدينا رائحة؟ لديهم جميعاً. أنا مرحباً من تفضل المساوين لديهم جميعاً. لقد أحبت اسمها. وكذلك أنا الواضحية الولاياتية. وعن لديهم مزيف. لقد أسمّلت منيها. سيسر هم من ذلك فهو محمد روان أحضر محقوقي أسعجب هل هذا جيدك؟ هل تفعلون مجردين مجردين؟ هل تفعلون أحضر مجردين؟ أريد أن أحد تفعلون مجردين مجردين ويجب أن أحضر في مجردين أيضًا وأنا أريد أن أمر أخرى في أخرى وطنع الله وأنا أتمنى أن أتمنى أكثر من أكثر من أفضل وفضل من أجل من أجل ولكنني أتمنى أن أشألتك في هذه الشارات إنه جميلة لقد كانت جميلة شكرا لك على الموسيقى جميلة إذن أيضا وشكرا لك أيضا ولا أقل إنه اشألية عجري بحثة كان شيئاً مصرحاً ومعنى تحديث. وهناك مرتبط جيدًا ومتحدث جيدًاً. معنا كاميلا. في محل السوكاميليا في المنزي سن يؤذر مباشرًا؟ نعم نعم. جيدًا. السلام عليكم. كميلا ، هل تتعلم أمامك في تحديات تحديات؟ أحفر هذه أحفره، لكنه لا أحفره. أنا أنت هناك لأسطاقها وأن أؤثر على الجرس بعد أن القطب الأفاق هو فقط أردت شخص مطلوبة هل أعرفت أن تجربت شخص من تجربات المنتج؟ نعم، أتوقف أبداً الشيئ في صناعي فكل مطلوبة هل أعرفت أنت تجربة المنتج؟ كيف ترونهم؟ ما أعبت أنت لانت تجربة يعوفة الأدعال فهي أرباح أمي وأنا أ might أفعل بذروني لا يمكنني أعطيه هاتف مهارة لصنعه لأنه ليس منجم هذه الناس دروني شخصاً شخصاً أنا أرى أنت بالحفظ وليس يمكنني أن وقت تعتني بذروني جمع ذا كان لذلك مهارة لما كانت من جمهة من المغربين ومن المغربين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استضفناه في استيديواتنا وقمنا معه بحوار وفي نفس الوقت السيد كايو يحب يعبر لجالتنا المغاربية اللي هو شو يقدر يقدر يقدم لها تيل جالية ومثل ما ستشاهدون بعد قليل إنسان شخصية مهمة جدا وشخصية يعني إغارة على المهاجرين بكل أصنافهم في منطقة فيو ويحب يعرفكم على برنامجه الانتخابي سيد المشاهدين اشتركوا في القناة مع السيد كايو ويلنر ممثل الكاك ممثل الاجبال وفي نفس الوقت شخصيات القديم ممثل الاجبال بيضاء وممتم وينو بيضاء اشتركوا في القناة ومرتين كما نسينام هم ستجد المشاهد الذكر الاجبال لطفل لطفل الاجبال فيو نعم اشتركوا في القناة وفية كايو ويلنر كايو ويلنر من أجل المعاربات في الأراضي سيدنا أجل يناولون ترسم بكتابة في المعاربات في المغربين في المعاربات يقولون بكتابة أجل إناولة الأجل أجل لكتابة أجل لكما تعطينا هذه المدرسة. وحبت من أجل نسيحة وفي جديد من هذه المدرسة. أسرخنا، نحن نعفوك بكثير من جديد من سلطة عملنا من المملكة مجموعة العربية تربية. أحسنت نعرفنا لكما يصلك بكثير من المخصصة. في عاماً لديه لجعال أحيان من المستقبل العام بمن الماضي وأعلمني بالتفرصان على الأساسية أنا أمنا بارتين أبواني أحيانين من حلواني أنا لديه عاماً منخمجكم و مشكلة ما الكثير من المدين من الأنمال من المغرب لديه مهم جيد من التميزي من المغربي و المماردين من الارب. لديه مجموعة من إجلسي لقوة أهلسي. وهذاً، لديه مجموعة من المشكلة، كم موجودة في كل مضيحاتنا. وخصوصا جديد أن يراق رأيي على ما كل ما يحدث في المتاريين ومنحين ميدفينο ومنحين ينرى الشيء يريد من خلال الحديثة في المنزل وأنا دعونا سنة يصنع الموجودين المغربين والمجنسيحين إذا نتجعنا ممكن فورا مع بطاقة المعادلة – M. Caillou, lorsque vous passez de porte à porte, vous faites le tour de Viau, le monde qui est là, qui vous accueille à la porte, ils vous disent quoi exactement ? – Nos gens ont besoin de structures, de structures plus justes, que nos diplômes soient reconnus. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en gestion pour savoir qu'il y a un problème au niveau des ressources humaines, ne serait-ce que dans la fonction publique. Nous voulons que, quand nos jeunes, quand nos immigrants envoient leur CV, qu'ils soient traités avec respect, à compétence égale, nous exigeons un traitement égal. Les libéraux sont dans le vieux depuis 1981. Depuis 1981. Les vieux partis s'échangent le pouvoir depuis les 40 dernières années. Mais qu'est-ce qu'ils ont voté pour nous comme loi ? Qu'est-ce qu'ils ont mis sur pied comme structure pour une société plus juste ? Nous disons non. Nous disons non à la charte de Pauline Marois. Nous n'en voulons pas. – Pas le cas, par exemple. – Nous disons non. – Vous, peut-être, vous lui disiez non pour la charte des valeurs. Mais par exemple, votre chef, il est d'accord pour la charte des valeurs. Il est pour. – Vous savez que j'ai deux garderies de 80 enfants, OK ? De garderies subventionnées. La moitié de mes employés sont des éducatrices d'origine maghrébine, des gens qui portent le voile. Alors, vous me voyez ne pas prendre la position pour ces gens ? C'était très clair pour moi, et je l'avais dit, et l'establishment de la CAQ le savent aussi. Pour moi, les enjeux, les enjeux de nos différentes communautés et des Québécois laissés pour compte viennent avant toute chose. Mon allégeance est avant tout envers nos gens. Envers nos gens. Et je me tiens pour les gens. Je suis un homme de cause. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un carriériste. Je suis là pour que cette voix-là soit entendue. Je prendrai position contre toute politique à qui acculeraient nos communautés culturelles et qui joueraient contre les intérêts légitimes de nos communautés culturelles et des Québécois laissés pour compte. Nous voulons des députés qui soient des hommes et des femmes de conviction. Moi, je suis un homme de cause. Je suis un homme de cause. Il faut que nous nous battions pour qu'il y ait des structures qui vont favoriser l'épanouissement de tous nos gens dans le respect de nos différences. Je le répète encore. Je le répète encore. Mon allégeance. Mon allégeance première va envers nos communautés culturelles, les Québécois laissés pour compte. Je suis là pour les représenter. Je suis là pour être en leur voix. Je connais leur souffrance. Je connais leur douleur. Moi-même, je suis issu de l'immigration. Je sais qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'on porte le mauvais nom. Je sais qu'est-ce que cela veut dire se faire ostraciser. Donc, je ne lis pas cela dans un livre. Nous le vivons. J'ai des employés qui travaillent pour moi. Je sais quel type de pression que ces gens vivent. Je me lance en politique. Pourquoi ? Parce que pour moi, la voix de nos différentes communautés doit se faire. Notre communauté maghrébine, comment vous pouvez les convaincre pour qu'ils votent le 7 avril coalition Avenir Québec ? Très clair. J'aimerais que tous mes amis maghrébins, tous mes amis arabes sachent. En Wilmer Cayot, vous avez quelqu'un qui va se tenir debout pour dire non à la charte de Pauline Marron. Quelqu'un qui va se tenir debout pour dire non à cette idée de l'indépendance du Québec à la Pauline Marron. Quelqu'un aussi qui va se tenir debout pour dire non aux banalisations de nos enjeux par le PLQ depuis plus de 30 ans et qui dit que nous voyons clair dans ce jeu de peur. On ne va pas se laisser prendre dans ce jeu de peur. Et quelqu'un qui dit oui à notre dignité, à notre avenir. Nous sommes capables. Nous sommes capables. Et j'aimerais leur dire que dans le Grand Montréal, si nous nous mettons ensemble, si nous nous mettons ensemble dans le Grand Montréal, les communautés haïtiennes, les communautés hispanophones, les communautés maghrébines, il y a au moins dix comtés à Montréal que nous pouvons faire basculer. Et nous allons devenir une force à Montréal. Et on va se faire respecter. Nos enjeux vont être pris en considération. Sachez que le politicien, il ne vous déteste pas. Il ne vous aime pas plus. tout ce qu'ils veulent savoir, c'est l'importance de vos votes. Et alors, nous allons faire jouer nos votes en notre faveur. Et nos enjeux vont être écoutés lorsqu'ils vont se rendre compte que nous ne sommes plus acquis. Il ne faut plus... C'est une question de dignité. Il ne faut plus que ces politiciens nous tiennent pour acquis. C'est une question de dignité. Ce n'est pas qu'à chaque élection qu'ils vont venir nous voir. Nous allons leur dire que nous existons et nous sommes incontournables. À Montréal, nous avons, dans pas mal de comtés, cette force du nombre. Et vous pouvez compter sur un winner-caillot pour vous représenter avec respect, pour vous représenter avec conviction. Ce n'est pas quelqu'un qui vient habiter dans Viau, mais c'est quelqu'un qui porte les enjeux de Viau. À Hurtel, Chieptip, à Chieptip, OK, c'est un... Il y a un ancien péquiste qui est devenu un libéral. Certains diraient libéral opportuniste. Je laisse le soin aux gens de juger. Mais moi, je vous le dis, je vous le dis, nous devons dire oui à notre dignité, oui à notre avenir. Et un député à l'Assemblée nationale dans la personne de Winner-caillot ne vaudra jamais pour la charte de Pauline Marois, ne vaudra jamais pour son idée d'indépendance. Mais ce que vous aurez de plus avec Winner-caillot, c'est que nos enjeux qui ont été si souvent banalisés par le PLQ, ces enjeux vont être pris en considération. J'aime bien vous remercier, M. Caillot, Winner, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous recevoir à nos studios, télé du Grand Maghreb Arab. Et on vous souhaite bonne chance. Et si vous voulez ajouter un autre un petit mot pour vos téléspectateurs, alors vas-y. Merci beaucoup pour votre générosité. Et je vous le dis, cela ne s'arrête pas là. Après le 7 avril, à la bataille qui vient de commencer. On va se mettre ensemble, on va faire la différence pour notre respect, pour notre dignité. Ensemble, c'est possible. Caillot, Pouc-Vio, c'est une affaire de dignité. Merci. Merci. Sade المجاهدين, وشكنا لنهاية هذا البرنامج المغاربي. N'ashkirquim ون'ashkir كل من اختار هذه المحطة ليقضي بعض من الوقت مع البرنامج المغاربي التلفزيون المغرب العربي الكبير. نحن نشكركم كذلك على رسائلكم الإلكترونية عن مكالماتكم الهاتفية عن تحياتكم ونحن متوجدين في كل المناسبات اللي أنتم معجبين بهذا البرنامج ونتمنى لينال أعجاب كل مشاهدين ونحن ننتظر اختراحاتكم وآراءكم ونحاول من عبر هذه الاقتراحات والآراء كذلك أن نقدم لكم الأفضل والأفضل ما تنسوا يوم 7 أفريل هو موعد الانتخابات الكباكية وقوموا بتقديم صوتكم لأن صوتكم مهم وهذا واجب عليكم أن كل واحد منكم يمشي ويقدم صوته يوم الانتخابات 7 أفريل القادمة ما بقى إلا أن نودعكم ونذكركم اللي احنا متوجهين على الفيسبوك ومتوجهين كذلك على اليوتوب باسم مغرب فيزيون إذا ما قدرتوا تشوفوا هذه البرامج فكما تشوفوا العديد من البرامج حتى لفتتكم عن طريق الفيسبوك أو عن طريق اليوتوب مغرب فيزيون إلى اللقاء إلى اللقاء سيدة المشاهدين وموعدنا معكم مع محطة أخرى من تلفزيون المغرب العربي الكبير إلى اللقاء للاستعلام دائما 514-723-0157 أو رقم الهاتف رقم الجوال الهاتف الجوال 514-885-5173 تحياتنا إليكم وإلى اللقاء وموعدنا معكم في الحصة القادمة إن شاء الله مع السلام موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا ومحمى الأيام تقسى الأيام محمى الأيام تقسى الأيام أنا خمّل أبنمار أنا خمّل أبنمار أنا خمّل أبنمار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة